في المقدمة عرفنا يعني هي الجزئيات البيولوجية الكبيرة وعرفنا يعني هي البوليمرات والمونيمرات اللي هي بتتحد مع بعضها علشان تكون البوليمرات خلال عملية اسمها عملية البوليمرات وعرفنا كمان ان احنا معنا اربع بوليمرات وهم الجزئيات البيولوجية الكبيرة وبالترتيب كده هناخدهم واحدة واحدة ودرس درس واول درس معنا هيكون الكربوهيدرات ودي عبارة عن بوليمرات بتتكون من مونيمرات صغيرة اسمها السكريات الوحدية والبلمرات الثانية وهي الليبيدات أو الدهون واللي بتتكون من مليمورات صغيرة اسمها الأحماض الدهنية والبلمرات الثالثة معانا وهي البروتينات والبروتينات دي بولمرات بتتكون من مليمورات صغيرة اسمها الأحماض الأمنية وآخر بولمرات معانا وهي الأحماض النووية وهي DNA والRNA واللي بتتكون من مليمورات صغيرة اسمها النيوكليوتي دات وعلشان أقرب لك الفكرة شوية تعال نفتكر تاني مثال العربية مع بعض فأول درس معنا وهو الكربوهيدرات والكربوهيدرات زي عندنا مثلا النشويات والسكريات والألياف وهي المصدر السريع اللي احنا بناخد منه الطاقة علشان كده لو لاحظنا ان فيه شخص مثلا جاله هبوط مرة واحدة او فقط كمية كبيرة من الطاقة مرة واحدة واحنا بنحاول ان احنا نعوضه بالطاقة دي بنحاول ان احنا ندور على اي سكريات للدهالو عشان خاطر يقدر يستخلص منها الطاقة بشكل سريع طيب ايه هو التعريف العلمي اصلا لكلمة الكربوهيدرات هنستنتج التعريف ده وهنقول ان الكربوهيدرات هي عبارة عن بوليمرات يعني جزيات بيولوجية كبيرة وطالما بوليمرات يبقى اكيد بتتكون من جزيات صغيرة اللي هي المونيمرات والمونيمرات بتاعة الكربوهيدرات اسمها السكريات الأحدية يعني كده السكريات الأحدية هي ابسط انواع الكربوهيدرات قبل ما ندخل على تركيب كيمياء الكربوهيدرات تعالى نفهم الاول تصنيف الكربوهيدرات لانه عيساهل علينا بعد كده التركيب الكيميائي بتتصنف الكربوهيدرات لونعين من السكريات سكريات بسيطة ودي اللي بيكون تركيبها بسيط يعني يما جزي واحد او جزيين اتنين والسكريات التانية وهي السكريات المعقدة يعني بيكون تركيبها معقد او بنقول عليها السكريات العديدة السكريات البسيطة قلنا عليها اللي بتتكون يما من جزي واحد او من جزيين لو احنا معانا جزي واحد بس من الكربوهيدرات هنقول عليها اسمها السكريات الوحدية ولو احنا معانا جزيين هنقول عليها السكريات السنائية والاتنين بيكونوا تحت مسمى السكريات البسيطة انما السكريات العديدة او المعقدة هي السكريات اللي بتتكون من 3 جزيات او اكتر اهم حاجة معانا في السكريات دي كلها هي السكريات الوحدية السكريات الوحدية لازم نحفظها كويس جدا لأن احنا عارفين طبعاً أن الكربويدراب بتتكون من السكريات الوحدية اللي هي المنمورات بتاعتها وبالتالي كده كل الكربويدراب بتتكون من السكريات الوحدية سواء كانت السكريات البسيطة اللي هي الصناعية أو السكريات المعقدة كل دول بيتكونوا من السكريات الوحدية وإحنا معنا في السكريات الوحدية أربع أمثلة لازم نحفظهم وطبعاً أهمهم هو الجلوكوز الجلوكوز اللي معروف باسم سكر العنب وهو من السكريات الوحدية اللي هتفضل معانا على طول منعج الاحياء سواء كان في هولة او تانية او تانية علشان كده مهم ان احنا نفهمه ونفهم صورته كويس جد السكر الوحدي التاني معانا هو سكر الفراكتوز واللي معروف باسم سكر الفواكه واللي هنحفظه الفيه مع الفيه سكر الفراكتوز هو سكر الفواكه والسكر الوحدي اللي بعد كده هو سكر الجالكتوز وده السكر اللي بيدخل في تكوين سكر تاني اسمه سكر اللبن وخلي بنا هو مش سكر اللبن هو بيدخل في تكوين سكر اللبن السكر اللي بعد كده هو سكر الريبوز وده سكر خماسي الكربون يعني فيه خمس زرات كربون وبيدخل في تكوين الحمد النووي الRNA بيدخل في تكوين الRNA بس يعني مش بيكون الDNA لان احنا معانا الاحماد النووية DNA وRNA وسكر الريبوز بيدخل في تكوين الRNA بس وبنحفظها الR مع الR سكر الريبوز بيدخل في تكوين الارنين طبعا احنا عارفين ان السكريات الوحدية سواء كان الجلوكوز او الفاركتوز او الجالكتوز او الريبوز هو عبارة عن جزيئات وعرفنا ان الجزيء بيتكون من عدد من الزرات والصيغة العامة للسكريات الوحدية هي C-H2O الكل باي إن يعني معنى كده ان كل زرة كربون واحدة بيكون موجود وسطها زرتين هيدروجين وبيكون موجود وسطها زرة اكسوجين واحدة فمثلا لو الـ N دي بتساوي 6 معنى كده ان C هتساوي 6 والـ H هتساوي 12 لاننا ضربنا الـ 6 في الاتنين والـ O هتساوي الـ 6 فتبقى كده الصيغة العامة للجزيء ده هو C6 H12O 6 السكريات الوحدية كلها بتحتوي على زرات كربون من 3 زرات لـ 6 زرات كربون يعني كده اقل عدد من زرات الكربون موجود في السكريات الوحدية هو 3 واكتر عدد من زرات الكربون موجود في السكريات الوحدية هو 6 زرات كربون علشان كده السكريات الوحدية هي ابسط انواع الكربايدرات او ابسط انواع السكريات بشكل عام فهنا كده معنا مثلا الجلوكوس ده الصيغة العامة بتاعته هتكون C6 H12O 6 وبالتالي هو كده فعلا بيحقق المعادلة بتاعتنا CH2O الكل باي N يعني بيحتوي على 6 زرات كربون و12 زرات هيدروجين و6 زرات اكسوجين طيب سكر الريبوز احنا قلنا عليه انه هو سكر خماس الكربون يعني كده بيحتوي على 5 زرات كربون طيب تعال كده نستنتج الصيغة العامة بتاعت سكر الريبوز طالما احنا عرفنا عدد زرات الكربون يبقى كده هنرجع للصيغة العامة بتاعتنا واللي هي CH2O الكل باي N طالما كده سكر الريبوز فيه 5 زرات كربون يبقى كده فيه 10 زرات هيدروجين ويبقى كده فيه 5 زرات اكسوجين فتبقى الصيغة العامة بتاعته C5H10O5 نيجي بعد كده للسكريات السنائية السكريات السنائية هي النوع التاني او الجزء التاني من السكريات البسيطة وبرضه من اسمها من استنتج انها بتتكون من اتحاد جزيين مع بعض من السكريات الوحدية يعني كده السكر السنائي بيتكون نتيجة اتحاد سكر وحادي مع سكر وحادي مع العلم ان كل السكريات السنائية بيدخل في تكونها سكر الجلوكوس أول سكر سنائي معنا هو سكر اسمه سكر الملتوز وده معروف باسم سكر الشعير وده بيتكون من اتحاد سكر الجلوكوز مع سكر الجلوكوز تاني وتاني سكر معنا وهو سكر اسمه سكر اللاكتوز وده بقى سكر اللبن وطالما قلنا ان ده سكر اللبن واحنا كنا اغضين ان فيه سكر من السكرات الاحادية بيدخل في تكوين سكر اللبن وهو سكر الجلوكتوز وكمان معنا معلومة ان كل السكرات السنائية فيها جلوكوز يبقى احنا كده بنستانتج ان سكر اللاكتوز ده بيدخل في تكوينه الجولوكوز والجالكتوز اخر سكر سناي معنا هو سكر السكروز وده معروف باسم سكر الاصب وده بيتكون اكيد اكيد من الجولوكوز زاقد الفراكتوز اللي هو سكر الفواكه لحد هنا كويس انا عايزك بقى تركز معايا كده في الخطوة اللي جاية زي ما عرفنا الصيغة الجزائية بتاعة السكريات الوحدية تعال نفهم الصيغة الجزائية بتاعت السكريات السناية عندنا مثلا سكر زي سكر الشعير اللي هو سكر الملتوز فهمنا انه بيتكون من جزائين جولوكوز جولوكوز زياد جولوكوز ومن شوية عرفنا الصيغة الجزائية بتاعت سكر الجولوكوز وهو انه بيتكون من 6 زرات كربون 12 زرات هيدروجين و6 زرات اكسوجين يعني C6H12O6 يبقى كده الطبيعي انه سكر الملتوز اللي هو سكر الشعير اللي هو السكر السناي هنجيب الجلوكوز زاد جلوكوز فيبقى كده الطبيعي انه بيحتوي على C12 H24 و O12 المفروض المفروض يعني ان دي الصيغة الجزائية بتاعت سكر الملتوز لكن لحد هنا عايز اقولك على معلومة لازم تاخد بالك منها لما بنيجو نربط سكر احادي مع سكر احادي لازم نشيل جزء مية وجزء المية اللي صغته H2O يعني فيه اتنين هيدروجين وواحدة اكسوجين هنشيلهم يعني كده لما نيجي نربط سكر بجلوكوز مع سكر بجلوكوز علشان يدينا سكر الملتوز بنطلع من الناتج النهائي جزء واحد مية اللي هو H2O فبقى كده المفروض الصيغة الجزائية بتاعت سكر الملتوز هي C12 H24 O12 نغيس ال H2O فتبقى في النهاية الصيغة بتاعتنا هي C12 H22 لان احنا شلنا اتنين هيدروجين O11 لان احنا شلنا O1 نفس الفكرة هنطبعها مع سكر اللاكتوز اللي هو سكر اللبن وده برضو سكر صناي بيتكون من الجلوكوز والجالاكتوز واحنا عرفنا الصيغة الجزائية بتاعت الجلوكوز واللي هي C6 H12 O6 والجالاكتوز برضو لنفس الصيغة الجزائية C6 H12 O6 ولكن طبعا بيختلفوا عن بعض افطارية ارتباط الزرات مع بعضهم مع العلم ان ليهم نفس الصيغة الجزائية فمن جمعهم مع بعض ونشين منهم جزء المية فتبقى الصيغة النهائية بتاعت سكر اللاكتوز هي C12 H22 O11 وهكذا برضو نفس الفكرة هنطبعها مع سكر القصب اللي هو السكروس طلع وراء وقلم كده واكتب لي الصيغة الجزائية بتاعت سكر السكروس وبرضو خد السؤال ده كمسال علشان خاطر نسبة المعلومات على السكريات السنائية دلوقتي لو قلت لك احنا معانا 20 جزيء سكر ملتوز و10 جزيئات سكر لكتوز و10 جزيئات سكر سكروس وعملنا لهم تحل الماء يعني فصلناهم عن بعض يعني رجعناهم للسكريات الوحدية بتاعتهم اللي بتكونوا منها تفتكر هيطلع معانا كم عدد الجلوكوز وكم عدد الفراكتوز وكم عدد الجلوكوز على الترتيب كده سكر الملتوز الواحد وهو سكر سناي بيدينا 2 جلوكوز وبالتالي 20 سكر ملتوز هيدونا 20 جلوكوز زايد 20 جلوكوز يعني كده 40 سكر جلوكوز وسكر لكتوز الواحد وهو سكر سناي بيدينا جلوكوز زايد جلوكوز فيبقى كده العشرة سكر لكتوز هيدونا 10 جلوكوز زايد 10 جلوكوز وسكر الساكروز اللي هو سكر الأصب سكر سناي بيدينا جلوكوز زايد فاركتوز فيبقى كده العشرة ساكروز هيدون عشرة جلوكوز زايد عشرة فاركتوز نيجي نجمعهم كلهم فيبقى كده معنا أربعين جلوكوز زايد عشرة زايد عشرة يعني ستين جلوكوز والفاركتوز هيبقى عشرة والجلوكتوز هيبقى عشرة فيبقى كده على الترتيب ستين جلوكوز عشرة فاركتوز وعشرة جلوكتوز نيجي بعد كده للسكريات المعقدة أو السكريات العديدة وفهمنا أن هي بتتكون من ثلاث جزائيات أو أكتر من السكريات الوحدية وهم النشا والسيرولوز والجلايكوجين كل السكريات المعقدة بتتكون من الجلوكوز يعني النشا هو عبارة عن سكر معقد بيتكون من العديد من جزيات الجلوكوز والسيرولوز برضه نفس الفكرة عبارة عن سكر معقد بيتكون من العديد من الجلوكوز والجليكوجين نفس الفكرة برضو بيتكون من العديد من الجولوكوز بس الفار يمكن بينهم هو إن النشا بيتخزن في النباتات يعني النباتات بتخزنه لحد ما تحتاج طاقة وتبدأ أن هي تستهلكه فنقول على النشا من الكربوهيدرات التخزينية في النباتات لكن الجليكوجين بيتخزن في الحيوان وبرضو بتخزن في الإنسان الإنسان من هنا بيخزنه في الكبد والعضلات لحد ما يحتاج طاقة بيبدأ أن هو يكسره علشان يأخذ منه الطاقة فيبقى كده الجليكوجين من الكربوائدرات التخزينية ولكن من الكربوائدرات التخزينية في الحيوان على عكس النشاة اللي بتخزن في النبات والسلولوز مش من الكربوائدرات التخزينية أصلا ولكنه من الكربوائدرات التركيبية لأنه بيدخل في تركيب جدار الخلية النباتية الخلية النباتية بيكون عندها جدار اسمه جدار خلوي بيتكون بشكل أساسي من السلولوز علشان كده بنقول على السلولوز من الكربوائدرات التركيبية الصفة المشتركة ما بين الثلاث سكريات معقدة سواء كان النشا أو الجلايكوجين أو السريلوز هما أنهم كلهم بيتكونوا بشكل أساسي من الجولوكوز فبنقول عليهم أنه كلهم بيكون لهم نفس الوحدة البنائية الوحدة اللي بيتكونوا منها وهو الجولوكوز ودي برضو نفس الصفة اللي بيشتركوا فيها مع سكر الملتوز اللي هو سكر الشعير سكر الملتوز هو السكر السناي الوحيد اللي بيتكون من الجولوكوز بس وبالتالي كده لما قلت مثلا الجلايكوجين بيشترك مع الملتوس فيه هتقول لي انهم بيشتركوا مع بعض في الوحدة البنائية وهو الجلوكوز في الحقيقة في هنا معادلة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها لما نيجي نكون مثلا السكر معقد سواء كان نشا أو جلايكوجين أو سيلولوز ايا كان السكر معقد احنا عرفنا ان كلهم بيتكونوا من العديد من الجلوكوز وعلشان نكونهم بنبدأ ان احنا نربطهم مع بعض وعلشان ان احنا نكون السكر معقد بنبدأ ان احنا نربط الجلوكوز مع بعض كل ما باجي اربط جلوكوز مع جلوكوز بشيل جزء مية زي الفكرة بتاعة السكر السناي لكن احنا هنا بيكون فيه عندنا معادلة بمعنى ان احنا كل ما نيجي نربط سكر جلوكوز مع سكر جلوكوز بنطلع جزء مية فمثلا لما نيجي نربط 10 جزيات جلوكوز مع بعض هنطلع 9 جزيات مية فيبقى كده في قاعدة سابتة معنا بتقول ان عدد جزيات المية المنزوعة لما بنيجي نكون سكر معقد بيساوي عدد جزيات الجلوكوز اللي بتكون السكر معقد ده ناقص 1 فمثلا لما نيجي نربط 4 جزيات جلوكوز مع بعض علشان نكون سكر معقد بنشيل 3 جزيات مية فلما مثلا اجي اقول لك هي ايه الصيغة الجزائية لسكر معقد بيتكون من 4 جزيئات جلوكوز الصيغة الجزائية بتاعة السكر المعقد بتكون من 4 جزيئات جلوكوز بص معايا كده الصيغة الجزائية لسكر الجلوكوز عارفينها وهي C6 H12 O6 وإحنا معنا سكر معقد بيتكون من أربع جزائيات جولوكوز فيبقى كده نجمع الأربع سكرات مع بعض أو نضرب الصيغة بتاعة الجولوكوز الواحد فاربعة فيبقى كده معنا C6 H12 O6 في أربعة هيطلع لنا C24 H48 O24 ولكن احنا قلنا أن عدد جزائيات المية المنزوعة بيساوي عدد جزائيات الجولوكوز نايس واحد فيبقى كده عدد جزائيات المية المنزوعة هيساوي أربع ناس واحد يعني ثلاثة فيبقى كده هنجيب H2 O نضربهم في ثلاثة فيبقى معنا H6 O3 نشيلهم من إجمالي السكر المؤقت واللي احنا طلعناه وهو C24 H48 O24 فيبقى كده الصيغة الجزائية للسكر اللي بتكون من أربع جزائيات جولوكوز هتكون C24 هتنزل زي ما هي والH هنقص الستة من الـ 48 هتطلع لنا H42 والO هنشيل الثلاثة من الـ 24 فتطلع لنا بـ 21 وهنا في فكرة كويسة وسؤال كويس وهي عدد الروابط عدد الروابط اللي تكونت أثناء السكر المعقد هنلاحظ أنه هم بيساوي عدد جزائيات الماء المنزوعة يعني لما أقولك أن السكر المعقد اللي بتكون من أربع جزائيات جولوكوز تم نزع منه تلات جزائيات مية علشان نقدر نتكون تلات روابط وبالتالي كده لو جيت قلت لك كم عدد الروابط اللي تكونت أثناء تكوين سكر معقد بيتكون من أربع جزائيات جولوكوز هتقول لي عدد الروابط بيساوي عدد جزائيات الماء المنزوعة بيساوي عدد جزائيات الجولوكوز نايس واحد يعني 4 نايس واحد مثال تاني هيكون شامل شوية لو جيت الترك فيه سكر مؤقت بيتكون من 10 جزائيات جولوكوز عايز كم عدد جزائيات الماء المنزوعة وكمان هتجيب لي عدد الروابط اللي تكونت أثناء تكوين السكر المحقق ده وكمان هتجيب لي الصيغة الجزائية للسكر المحقق وبالمرة هتلي عدد زرات الهيدروجين المنزوعة وعدد زرات الأكسوجين المنزوعة مبدئيا كده طالما هو سكر معقد بيتكون من 10 جزيات جلوكوز يبقى كده عدد جزيات الماء المنزوعة هيساوي 10 مقص واحد يعني هيساوي 9 وعدد الروابط قلنا عليهم بيساوي عدد الجزيات الماء المنزوعة يعني برضو هيساوي 9 وعدد زرات الهيدروجين المنزوعة هنضرب التسعة في H2O هيبقى كده 9 في H2O هيدون H18O9 فهيبقى كده عدد زرات الهيدروجين المنزوعة هم 18 وعدد زرات الاكسجين المنزوعة هيكونوا 9 ويبقى كده فضلنا الصيغة الجزائية للسكر المعقد ده وهو ان احنا نجيب الصيغة الجزائية بتاعة الجولكوز الواحد وندربها في 10 ونشيل منها التسعة المية يعني كده C6 H12O6 هندربهم في 10 فيدونا C60 H120O6 نشيل بعد كده منهم 9 جزائات مية واللي هم H18O9 فيبقى كده C60 H120O6 ناقص H18O9 فتبقى الصيغة الجزائية النهائية للسكر المعقد ده هتساوي C60 هتنزل زي ما هي لان هنا ما نقصناش منها اي حاجة والH كانت 120 انشيل منها 18 فتدينا 102 والO كانت 60 فانشيل منها 9 فتدينا 51 فتبقى كده الصيغة الجزائية للسكر المعقد ده اللي بتكون من 10 جزائية جولكوز هتكون C60 H102O51 وهكذا بعد ما خلصنا السكرات البسيطة والسكرات المعقدة تعالى نعرف خصائص الاتنين السكرات البسيطة بتكون سريعة الزوبان في المية وبيكون لها وزن جزيه خفيف وطعمها بيكون حلو انما السكرات المعقدة بتكون عكسها بالظبط مش بتقبل الزوبان في المية وزنها بيكون تقيل ومش بيكون لها طعم حلو طيب تعالي نشوف بقى الاهمية الاساسية للكربويدرات بشكل عام كده احنا هنرجع لمسالة العربية اللي بتمشي سواء كان بالجاز او البنزين قلنا قبل كده ان الكربويدرات هي زي البنزين اللي بنحطه للعربية علشان تمشي بيها يعني المصدر الاساسي والسريع للطاقة بالنسبة لجسم الكائن الحي فلو احنا لاحظنا ان في واحد طاقة تخلصت او حس بوبود بنبدأ ان احنا نلحاقه باي حاجة مسكرة على ان السكريات هي المصادر الاساسية والسريعة للطاقة وده بسبب ان هي بتكون قابلة للزوابان في المياه وبيتم هضمعه وانتصاصها بسهولة وبالتالي بتوصل للخلايا بتاعة الجسم بشكل سريع وبشكل سهل وبالتحديد من كل الكربويدرات هو الجولوكوز الجولوكوز هو المصدر الاساسي والسريع للطاقة في جسم الانسان احنا فهمنا ان الجولوكوز ده عبارة عن جزيء في 6 زرات كربون و12 زرات هيدروجين و6 زرات اكسجين والكلام ده كل الزرات دي بقى بتكون مربوطة مع بعضها بروابط كيميائية والروابط دي بيكون جواه طاقة فالجولوكوز ده بيدخل جوه الخلية وجوه الخلية بيكون فيه حاجة اسمها الميتوكندرية بنقول عليها مصنع الطاقة داخل الخلية او بيت الطاقة داخل الخلية الميتوكندرية دي بتعمل اكسادة للجولوكوز يعني بتمسكوا الجولوكوز ده تكسروا وتبدأ ان هي تكسر الروابط اللي ما بين الزرات دي علشان تاخد الطاقة اللي متخزنة في الروابط دي لما بتاخد الطاقة المتخزنة دي بتحطها في مركب اسمه ادينوزين سلاسي الفوسفات واللي بنرمز له بالرمز اي تي بي بعد كده بتبدأ ان هي تدي للخلية التانية واللي جنبها علشان خاطر تستهلك الطاقة اللي موجودة في الاتي بي فيبع كده احنا بنستنتج ان المصدر الاساسي للطاقة اللي بتخزن جوه الاتي بي هو الجولوكوز لكن المصدر المباشر المصدر المباشر للطاقة داخل جسم الانسان هو الاتي بي حولها لك تاني مرة الجولوكوز لما بيدخن جوه الخلية بتبدأ الميتوكندرية تكسره بتعمله عملية اسمها عملية الاكسادة علشان تاخد الطاقة المتخزنة في الروابط ما بين الزرات بعد كده بتاخد الطاقة دي وبتحطها في مركب اسمه ادينيزين سلاسي الفسفات اللي هو الاتي بي الاتي بي بعده بتاخده تدي الخلية نفسها او بتدي للخلية التانية علشان تاخد منه الطاقة وتبدأ ان هي تستهلك الطاقة الموجودة في الاتي بي في عملياتها الحيوية فيبع كده المصدر الاساسي والرئيسي للطاقة اللي بتتخزن جوه الاتي بي ايوه هو الجولوكوز طب لو جيتوا لدلك المصدر المباشر نحط خطة احتكامة المباشر للطاقة اللي بتستهلكه الخلية الطاقة اللي بتستهلكها الخلية مصدرها المباشر بيكون موجود جوه الاتي بي وبس كده احنا يعتبر خلصنا الكربوهيدرات بس تعال كده رجعلك بسرعة على اهمية الكربوهيدرات هلخص اهمية الكربوهيدرات في تلات نقط اول نقطة الحصول على الطاقة وتالي نقطة تخزين الطاقة وتالت نقطة بناء الخلية بالنسبة للحصول على الطاقة الكربوهيدرات بتعتبر المصادر الاساسية والسريعة للحصول على الطاقة وقالنا الكلام ده وفاهمناها كويس علشان أن هي بتزوب بسرعة في المياه وبيتم انتصاصها وهضمها بسهولة النقطة الثانية لتخزين الطاقة وعرفنا أن الكربويدرات بتستخدم لتخزين الطاقة في الكائنات الحية لحد ما نحتاجها وقالنا أن النشا بيتم تخزينه في النباتات والجلايكوجين بيتم تخزينه في الحيوان في الكبد والعضلات والنقطة الثالثة وهي بناء الخلايا الكربويدرات بتعتبر مكون أساسي لبعض أجزاء الخلية زي ما قلنا كده أن السلولوس ده بيدخل في تكوين جدار الخلية النباتية وكما برضو الكربويدرات بتدخل في تكوين الأغشية الخلوية وبروتبلازم الخلية وهنفهم يعنيه الغشاء الخلوي وبروتبلازم الخلية لما نبدأ أن احنا ندخل في الباب الثاني ترجمة نانسي قنقر